ومعنا عبر الهاتف من عمان مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد لعموش بداية صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح المملكة كيف يبدو إقبال الطلب اليوم على مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات وما هي أبرز المعاملات المطلوبة من قبلهم صباح الخير إليك لكل المشاهدين ولكل المملكة صباح الوطن الجميل إن شاء الله إحنا استعداداتنا مسبقا استعدين لهذه المرحلة وبالتالي مكاتب خدمة الجمهور في كل مكاتب المملكة المتشرة من الشمال إلى الجنوب يتم تقديم الخدمة قبل الدخول إلى الدائرة حيث تم تزويد هذه المكاتب بموظفين وطابعات إضافية حتى يتم استخراج شهادات البلاد هي الوثاق المطلوبة حسب العام الماضي كانت شهادة البلاد وتصديق صورة مصدقة عن الهوية وهذا كله موجود قبل الدخول إلى الدائرة في مكاتب خدمة الجمهور نعم كيف يمكن تنظيم عملية التزاحم التي قد نراها عند الأبواب وأبواب مكاتب دائرة الأحوال المدنية المتفرقة في المحافظات كافة؟ هو عشان ما يصير تزاحم إحنا أملناها في مكتب مكاتب خدمة الجمهور قبل الدخول إلى الدائرة بتم انهاء وعملته من بره بره نعم كم بلغ عدد البطاقات الذكية التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الحالي؟ والله ما عندي إحصائية محددة لكن هي البطاقات المصدرة من لما تم عن الهوية الذكية من عام 2016 بلغ خمسة مليون تقديدا نعم الناس بدأت تستخدم ربما المواقع الإلكترونية بشكل أكبر متى من المتوقع البدء بعمل ربط إلكتروني يعني ما بين الأحوال المدنية وأيضا المتابعة والتفتيش وكيف سيساهم ذلك بالتسهيل على المواطنين من خلال الإجراءات؟ هو البرنامج مربوط مع كل دوائر المملكة يعني مع كل الوزرات المتابعة والتفتيش أي شيء ثاني ما تتعلق بالتوجيه تتعلق معارضات المواطنين من الضفة الغربية إن شاء الله خلال الاجتماع القادم بيننا وبين دائرة المتابعة والتفتيش كم الربط إحنا جاهزين للربط يعني هي عمليا ما تأخذ وقت نعم بدنا نتمنى كل التوفيق بالتأكيد خلال الأيام القادمة والإنجاز أكثر على المعاملات الإلكترونية لأنها ربما توفر الوقت والجهد على المواطنين لنتحدث أخيرا عن مدى إقبال المواطنين بشكل عام على إنجاز المعاملات إلكترونيا والله الإقبال مش مش شديد يعني إحنا عنا خدمة الأونلاين وعنا خدمة الديليفري للوثائق من خلال مكاتب البريد أو من خلال مؤسسة البريد الأردني ومن خلال شركة أراميكس لكن الإقبال ضعيف جدا حتى الشهادات بالتوجيه كان بإمكان يقدمها والله إنه تجي للبيت أو إنه هو يطلب الاستلام الشهادة من أي مكتب قريب إلوه نعم وبمجرد وصوله بتكون جاهزة بالتأكيد أبدا أبدا جاهزة نتقسلين مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد لعموش كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر